وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق عن طريق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية لمساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويستفيد من المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة 250 ألف شخص في لبنان ويتم توزيعها على المستحقين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية أن تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني الشقيق يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زيدر الهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب وتسخير الإمكانات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الظروف المختلفة